بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو عن صداع الصيام يعاني العديد من الصائمين من الصداع في شهر رمضان المبارك فما هي أسبابه وكيف يتم التعامل معه سنذكر لكم أسباب الصداع خلال الصيام في رمضان وهو التغيير السريع في العادات الغذائية والتخفيف من استهلاك السوائل وتغيير عادات النوم التي تتمثل في السهر لساعات طويلة وعدم الحصول على القدر الكافي من النوم أثناء الليل أيضا الشعور بالعطش والانقطاع عن الكافئين الموجود في الشاي والقهوة الذين يبدأ الكثيرون يومهم بشربها وأنواع الصداع في رمضان هي الصداع قبل الإفطار والصداع بعد الإفطار كيف يحدث الصداع قبل الإفطار؟ الصداع قبل الإفطار يحدث نتيجة نقص نسبة لغلوغوز في الدم وانخفاض مستوى عن المعدلات الطبيعية إذ يعد لغلوغوز مصدرا مهما من مصادر الطاقة في الجسم والطعام هو مصدره الأساسي فبعد تناول الطعام ودخوله عملية الهضم والتمثيل الغذائي يتحول إلى سكر بسيط يعرف باسم لغلوغوز في مجرى الدم وينتقل إلى خلايا الجسم لاستخدامه من قبل الأجهزة المختلفة فيه لإجراء العمليات الحيوية المختلفة وكيف يحدث الصداع بعد الإفطار؟ قد يشعر البعض بالصداع بعد تناول وجبة الإفطار ويحدث ذلك غالبا نتيجة عسر الهضم وامتلاء المعدة بما يزيد على حاجتها من الطعام والشراب الأمر الذي يؤدي إلى الضغط على الحجاب الحاجز مما يعيق عملية التنفس فيجعل الصائم يشعر بضيق في التنفس والإعياء والصداع فما هي النصائح لتجنب الصداع في رمضان؟ البدء بتقليل استهلاك الكفائين وتأخير السحور وتناول وجبة سحور صحية ومتكاملة تمد الجسم بالطاقة طوال فترة الصيام ويفضل أن تكون من الأطعمة بطيئة الهضم مثل الحبوب والبقوليات والخضروات والفاكه أيضا تنظيم ساعات النوم في رمضان وتجنب السهر والحرص على أخذ قيلولة خلال ساعات النهار أيضا استهلاك كمية كبيرة من السوائل بحدود 3 لترات موزة على فترات من الإفطار إلى السحور أيضا الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي وذلك من خلال تناول الطعام الغني بالسكريات والنشويات بكميات معتدلة خلال وجبتي السحور أيضا تناول وجبة إفطار صحية ومتكاملة لضمان حصول الجسم على ما يحتاجه من فيتاميات وأملاح ومعادن دون المبالغة في الأكل حتى الشعور بالتخمة أيضا البقاء في الأماكن الباردة خلال ساعات النهار الحارة ومحاولة تجنب أشعة الشمس والأجواء الحارة قدر الإمكان أيضا تجنب الأعمال الشاقة وتأجيلها لما بعد الإفطار للوقاية من التعرق وللحفاظ على رطوبة الجسم ومن ثم الوقاية من الصداع في نهار رمضان ومن العطش والجفاف أيضا الابتعاد عن شرب المنبهات التي تحتوي على الكافئين قدر الإمكان وتنظيم مواعيد جرعات الأدوية الطبية خاصة لذوي الأمراض المزمنة ومرضى الضغط المرتفع أيضا الابتعاد عن مصادر القلق والتوتر وتقليل أوقات التعرض للشاشات الإلكترونية تقبل الله منا ومنكم القيامة والصيامة وصالح الأعمال وأدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم والسفساراتكم على هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله